حوار عراقي تركي بدى اليوم حديث الشارع العراقي حوار يبحث في كواليس تحييد ميليشيا حزب العوال الكردستاني في العراق مع وقف أنشطتها ضد تركيا انطلاقا من الأراضي العراقية ومنع توسعها جغرافيا في المناطق الحدودية مع أنقرة زيارات متبادلة بين مسؤولين حكوميين في كل من بغداد وأنقرة أكدت في مجملها على أهمية مواصلة التعاون في مجال مكافعة الأرهاب وأمن الحدود وهنا الحديث عن ميليشيا حزب العمال الحوار بين بغداد وأنقرة لم يصفر حتى اللحظة عن أي اتفاقية أو تفاهم إلا أن مصادر حكومية في العراق قالت إن المسؤولين الأتراك أكدوا أهمية التخلص من ميليشيا بيكاكا فيما قدموا خلال الأيام الماضية مقترحات وعروضا بشأن ذلك من بينها منح مساعدات عسكرية لتمكين القوات الحكومية في العراق من فرض سيطرتها على أراضيها ومساعدة بغداد في أي جانب أمني أو استخباري أو عسكري لتحقيق هذا الهدف جهات برلمانية في العراق أكدت من جانبها أن إيران تقف حائلا دون التقارب العراقية التركي لأسباب عديدة أبرزها العلاقة المباشرة التي يحظى بها عناصر بيكاكام مع ميليشيات مسلحة حليفة الإيران في العراق أبرزها ميليشيا حزب الله وميليشيا العصاب التي سعت لأن تكون ميليشيا حزب العمال الكردستاني ذراعا لها في مسك الأرض سواء في قضاء سنجار بمحافظة نينوى والتأميم وكردستان العراق مصادر رسمية في العراق قررت بأن إهمال بغداد لطلبات أنقرة بشأن إنهاء نفوذ ميليشيا حزب العمال الكردستاني يهدد العلاقة بين البلدين وأن هناك مصالح اقتصادية كثيرة ستتحقق في حال إتمام الاتفاق السياسي والأمني بين بغداد وأنقرة في ظل تفاقم أزمة المياه داخل العراق وحاجة البلاد إلى زيادة التعامل النفطي والتجاري مع تركيا وأصد تأكيد مراقبين من أن ميليشيا حزب العمال الكردستاني لا تمثل تهديدا لتركيا فقط بل إنها متورطة في مشكلات عراقية بحتة كتعطيل اتفاقية السنجار فضلا عن إثارة النعرات الطائفية والقومية والمشكلات الأمنية في محافظتي نينوى والتأميم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر